أنا برأي الاستحقاق المهم والاستحقاق رئاسة الجمهورية الفراغ غير مطروح لأن مشكلة الفراغ في لبنان جربناها لذلك الرئيس ميقاتي يحاول بحكومته التي ستشكل والتي قد تشكل أن يكون البدل لمرحلة ما ولكن باعتقادي المشكلة هي من هم الأشخاص ما هو المشروع وللأسف الشديد المشروع السياسي ولكن دكتور طرق بالنظر الخلاف المعلن اللبنانيون بين ميقاتي وجبران بسيل على مسألة تشكيل الحكومة والتكهنات بأن الرئيس عون من الممكن أن يرفض هذه التشكيلة الحكومية المكلف بها ميقاتي وأنت أشرت إلى جملة من الملفات المعقدة نحن نتحدث عن ضرورة ترسيم الحدود وبداية هذه المفاوضات مع إسرائيل نتحدث عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وملفات أخرى عديدة يجب أن تنجز ماذا إذا لجأ ميقاتي في نهاية المطاف لاستخدام آخر طلق لديه بتفعيل حكومة تصريف الأعمال هل حكومة تصريف أعمال يمكن أن تنجز هذه المهام التي أشرت إليها؟ لا يا سيدتي لأنه بالمسر الدستوري في لبنان لم تستطع أي حكومة تصريف أعمال أن تكون بهذه المهمة بعد الطائف قبل الطائف ليس لي معرفة في هذا الموضوع لكن بعض الطائف لم تستطع وهذا موضوع دستوري أنا برأيي الموضوع يا سيدتي أن اللبنانيون اختاروا على أكثر من 75% لإعادة التجديد لنوابهم الذين هم موجودون إذن الخلاف لا يزال موجود والسيد باسيل وغير السيد باسيل يريدون ليس الدولة يريدون حصصهم في الدولة لذلك الرئيس ميقاتي الذي هو خارج اللعبة بالمفهوم أنه هو ليس بنائب ولا يضمن أحد داخل هذا المجلس علما أنه أنا سمعت من تكتل الشمال أنه يريد ثلاثة وزراء وهذا غير معقول وغير منطقي بالمفهوم الذي نعيه عيشه لبنان أنا برأيي هذه الحكومة ستتغير وكأنها سيكون هناك لعب على الأسماء أو تغيير بعض الأسماء لكي تصبح لأنها أخذت ثقة البرلمان فلماذا لا تأخذ نفس الحكومة الثقة الجديدة